مهما كان سيادة الوزير إذن ما هي العراقيل والمعوقات والإرهاصات التي تعترض الثروة الطائرة الآن؟ بالنسبة للثروة الطائرة يا أني سفتيتان أمثال العصفور والزرزور والشحرور وأبو الحن والحج لقلق والبط وأبو سعد فأهم المعوقات يا أني سفتيتان هو انتشار الصيادين بأنواعهم يعني جفت بارودة فخ شبك دبق نقفة يعني هالصيادين هدول ما خلوا ولا 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 طير يطير بالسماء بتصده يا أني سفتيتان أني ما شفت عصفور دوري من أكثر من شهر أصدق أصدق حسنا سيادة الوزير ما هي الإجراءات يلي اتخذتموها حضرتكم لحماية هذه الثروة الطائرة؟ سؤالك جيد نحن رح نحط لفتات تحزيرية للصيادين ورح نهددهم بالحبس والغرامات ومصادرة أدوات الصيد جميل جميل جدا إذن ما هي العراقيل يلي بتعترض زيادة هذه الثروة العسلية؟ الحقيقة العراقية الكثيرة أهمها أهمها انتشار انتشار الزنابير الحمراء التي نسميها بالعامية دبابير أخ أخ ولو كيل عن أخت النحل عرص على أخت المقابلة شو مشؤومة؟ عمشوا أني حمار جحشم عبب بن طرون يعني كان ضروري إختار هالمكان؟ سيداتي سادتي نعتذر عن هذا الخطأ الفني الطارق ونعود بكم إلى سجهاتنا لمتابعة برامجنا من هناك فإلى هناك غربتك يا غندور على العملة اللي عملت فيه يا سيدي ما عملت شيء متل ما طالبت مني ساويت ولك إخراس لك مين جاب النحل الشرسلت للمنحلي؟ بجوز اللي عدتهاك مو نحلة بجوز تبور متسلل غريب لك غربك واحدة تساهل أمرك وين بدي ودي وشي من الناس ألا وين؟ عادية عادية ما حكيت وشي شلون ما حكيت شي بقى؟ وهالمثباتة اللي طرعت مني قدام العالم وسمحوا الملايين؟ ولك أخ يا سواد وشي قدام الجمهور؟ يعني شو بدون يقولوا عني؟ أكيد رح يقولوا شوها لوزيرة اللي يلي لسانه فلتان متل زعران الشوارع؟ أخ لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنا تبهدلت يا غندور تشرش عد محشوم 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 سيدي إيه خراس إلا خراس ناولني اللحشي يلا شباب طبط بفركشنا يلا سميرة يا سميرة نعم حبيبي أنت إمتى سكرتي تلفزيون؟ طافيته من شي عشر دقايق سكوت يا أبو الجود سكوت كان طالع برنامج كوميدي بيطير ضبنات العقل اشتهتك تشوفه يا لطيف شو بيضحك؟ بيضحك؟ لك أخ أخ شو أبو الجود؟ ما بدك تاخدني يتغدى بشي مطعام؟ لا لا نقصني فضايح يعني